فيما يتعلق بهذا البرنامج الأمريكي واستهداف مناطق في شرق الأوسط وشمال أفريقيا جنوب ووسط أسيا ومناطق هي ذات أغلبية مسلمة إلى أي مدى من وجهة نظرك سيد نبيل يوم ونحن نعيش هذه الأجواء تقريبا منذ عشر سنوات وهناك انكسارات وهناك فيما يتعلق بالربيع العربي وغير ذلك هناك الكثير من الإخفاقات حتى لدى بعض الجماعات الإسلامية وعلى أساسها أيضا يستنتج البعض بأن بعض الشباب انحرف إما يمينا أو يسارا إلى الإلحاد وغير ذلك إلى أي مدى هذا مدخل حقيقي لمروج الإلحاد في بلادنا اليوم؟ يعني هناك أمران الواقع وحب الإشارة إليهما على عجل الأمر الأول بأنه قبل هذه الفترة التي تتحدث عنها من خلال هذا السؤال ومقدمته الواقع هناك فترة كانت سابقا كان هناك محاولة الحرب على الأخلاق محاولة الحرب على السلوك محاولة الحرب على العلم والمعرفة بين المسلمين من خلال الاستعمار وما تبقي من بعد الاستعمار يعني من ورثوا هذا الاستعمار ومهمة هذا الاستعمار في بلادنا على مدى جيلين متتاليين رغم ذلك وجدنا الواقع هذه الثورات الشعبية من لا شيء يعني بمعنى أنه لم يكن أحد يتوقعها بهذا الحجم وهذه القوة كان هناك ظن كبير سائد عند الذين يمارسون أعمليات العدوان والاستبداد من الخارج ومن الداخل بأن هذه المجتمعات انتهت فجأة ظهر الواقع بأن هناك ثورة حضارية في مصر هناك ثورة الواقع اجتماعية واضحة في تونس هناك ثورة تتحدى كل ما يمكن أن يتعامل مع الجرائم الإنسانية في سوريا يعني كان هناك الواقع التحركات في الانتفاضات الفلسطينية التحرك في لبنان في لبنان تحرك في العراق يعني نشأ شيء غير متوقع إذن الواقع أيضا الحملات التي تقوم في الوقت الحاضر يمكن أن تؤدي دورا معينا في الضغوط في مواجهة هذه التوليد ظاهرة الانحراف ظاهرة الانحلال ظاهرة النقمة على الدين إلى آخره يمكن أن تظهر ذلك ولكن ليس معنى ذلك أن هذه المنطقة قد انتهت ليست بلادنا معرضة فقط للعدوان الخارجي معرض الواقع للتآكل الداخلي وهذا ما ثبت بأنه غير ممكن يعني بمعنى أن هناك جيل كامل نشأ تحت الإلحاد ونشأ تحت الانحراف ونشأ تحت الاستبداد مع ذلك قام بهذه الثورات المضيئة في تاريخ البشرية وليس في تاريخ المنطقة فقط هذا من ناحية من ناحية أخرى مجرى هذه الثورات الواقع نحن عندنا لدينا كان النخب القائمة ولا أعني بالنخب الواقع ما يسمى النخب العلمانية والنخب الثقافية أنا أقول النخب الإسلامية والعلمانية الثقافية وغير الثقافية المجتمعية يعني كل هذه النخب هي التي كانت مسؤولة عن إظهار الطريق السليم فالذي اشتغل وأعطى الصورة يعني يقولون أحيانا كان أثناء الثورات كان الإنسان يتابع ذلك بالدقة وتفاصيل الواقع كانوا يقولون كيف يتحرك هؤلاء الشباب دون أن تكون لهم رؤية الذي يطرح هذا الموضوع هو الذي كان ينبغي أن يضع الرؤية بمعنى هو الذي المكلف المؤهل من أجل وضع الرؤية كان فيه هناك قصور كبيرة قصور على مستوى من يحمل الشعارات الإسلامية والرايات الإسلامية وقصور من الجهات الأخرى التي تحمل رايات أخرى وبالتالي كان هناك خيبة أمل كبيرة على مستوى الشبيبة خيبة الأمل هذه ليست فقط تجاه الغرب وما كان يعيد به من ديمقراطية وحرية وإلى آخره وأنه كان ظهر تماما أظهرت هذه الثورات بأكثر مما مضى بأنه يريد الواقع ترسيخ الاستبداد في بلادنا إذ هناك المسؤولية رقم اثنين رقم التي كانت الواقع داخل نطاقنا داخل نطاق النخب إلا من رحمة ربي يعني داخل نطاق النخب داخل نطاق القيادات داخل نطاق من تصدوا للزعامة السياسية وغير السياسية في بلادنا تحت مختلف الرايات أيضا لا أوجه مثل هذا الكلام لطرف دون طرف الجميع الواقع يشارك لحمل المسؤولية نحن لكن على الأقل على الأقل ممن يتابعون هذا الموضوع بشكل أعمق يعلمون تماما بأن الشباب الذي خاب أمله بدأ يبحث عن طرق جديدة للتحرك هناك موجة كبيرة من محاولة التأهيل محاولة التربية في بعض المواضيع التي كانت غير مطروحة على الأطلاق خلال الجيل الماضي الآن مطروحة مثل التنمية البشرية مثل الواقع المعالجات النفسية يعني كثير من الأمور الواقع يمكن أن تبشر بأن هذا الطريق قد بدأ ولن ينتهي الثورات قامت من أجل تحقيق خدف التغيير الآن بدأت الثورات وبدأ التغيير ويمكن أن يستمر وقتا طويلا قبل أن يظهر الثمار بشكل كامل بشكل قوي ولكن لا بد أن تظهر يعني الآن بدأت مسيرة التركيز على ما ذكرت سابقة من خلال قاعدة إذا جاء الحق وظهر زهق الباطل وانحسر وليس العكس الآن بدأت هذه القاعدة إلى حد ما تجد طريقة بسبب خيبة الأمل تجد طريقة إلى التطبيق المبدئي يمكن أن تحتاج إلى جيل أو جيلين أو أقل أو أكثر بحتى تؤتي ثمارها ولكن الواقع ثقة بذلك ثقة كبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر